سهلا بك من ناحية زرباطية القديمة والله إذا أتيت سألني أنا أتفاجئة طبعا الشعور بلدي هذا عزيز عليك كل بقعة بأرضنا هنا أي بقعة هي جزء من منروحي بلدنا هذا إحنا من نشوف أكيد هسان إذا شوفني متعايش ويا هاي الخرائب ماليطين كأنه أتمنى بيأتي هنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله محمد وقالي العزاء من محافظة وسط الكوت تحديدا قضاء بدرة ناحية زرباطية القديمة مركز ناحية زرباطية سابقا ونلتقي بالأستاذ العزيز صباح السعدي مؤرشف وباحث في التاريخ العراقي القديم أهلا وسهلا أهلا استاذ السلام طبعا اليوم جدا مسروري أننا وجودنا ويقوم هنا في زرباطية وبدرة واجصان والإعلام الرائع اللي وثق وصور وبدأ الجهود ويانا استثنائية كلها هذا العمل هو كل يصف في خدمة التراث وتاريخ العراق صحيح منطقة هجرت نتيجة الحروب للأسف اللي دمرت العراق طبعا وهلها غادرة ولكن بقت ريحتهم هنا بقت جسدهم هنا غادرة وروح بس الجسد موجود هنا داخل هذه الغرف اللي يشوفها داخل هذه الجدران الناس هنا عاشت وازاوجت ومئات السنين أو آلاف السنين يعني منطقة حلوة أكسجين يا أخي الهواء أجواء ما مقاربة على أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعتبار هي ملاسقة؟ أكيد لأنه شنو تشوف تقريبا نفس الأجواء يعني الأكسجين النخيل منطقة مبنيها كلها من النخيل يعني النخلة هي طبعا هي العراق النخلة هو العراق شنو هو العراق كلها نخيل شوف هذا البيوت ماكوش بيت مبنية ذا متفاصيلة كلها من جذع النخيل يعني أتمنى أنه هاي المناطق تكون يعني محطة نظار الزوار يعني ليش هذي مفروض تيجي طلبة المدارس الكليات تنتعش اقتصاديا تنتعش سياحة يعني تشتغل تاكسي تشتغل مطعام يشتغل فندق يشتغلون شباب المنطقة كلها منطقة حلوة تريدها سهول عندنا سهول تريدها عندنا سلسلة جبال حمرين شوف عندنا سلسلة جبال حمرين هاتروحنا عليه السلام بالكاميرا ممكن ذا تريد طلع عندناها سلسلة جبال حمرين هاي هان لا اللي لفت نظر يأكو بناء هناك حلو شوف هنا راح يصير عندنا تمازج يعني بين الطوب بين الطوب والحجر هنا هاي مطاحن امارات السيل هنا اي 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 اه هنا استاذ كوكب نحن في السؤال واحد دي انت مؤخرا شكنا لقاءات عندك بكردستان العراق بكفري تقريبا نفس البناء ده هاي اجواء بين كردستان وبين زرباطية بالوقت الحاضر هسا عندك والله شوف استاذ كل منطقة ولها تفاصيلة ولها خصوصية كردستان حلوة زرباطية حلوة احنا هنا عندنا بصراحة عبارة عن بانورومة عراقية مفخرة تاريخ تراث ما اعرف شنو اللي داعب ما انا ما داعب شنو عبر يعني اه مفروض هذي تكون وجهة سياحية هاي المنطقة الحلوة اذا البعض الشكل له هذي خرائب احنا اشكل عندنا هذي تاريخ احنا اشكلنا هذي اه عموقنا احنا بلدنا تاريخنا بلدنا حضارتنا اه شوف هنا مطاحن نفس اجفة اللي شفناها بكفري بكفري ايضا بس يبدو انه هناك المي يش تشتغل علي سرعة المي يبدو انه هناك نهر من درس يعني ما موجود ايضا تشتغل علي حطات الماء انت هناك شوف يكفي انه تشتم هوا نقي استاذ كوكب اوكسجين تشتم اوكسجين تجي هناك سفرات سياحية جيبون الطلاب ويجي مرشد سياحي من المنطقة صديقني بالله تنتعش ليش الناس السافر وتصرف ملايين دولارات خارج العراق تعال اصرف فلوسك في بلدك بس انت هناك الحكومة المحلية المحافظة واسطة الكوت يعني التذاتي دور استثمار ودور السياحة لاكوش مقاومات للسياحة ابني مرافقات صحية ابني فد منتج عصغير سكن ممكن واحد هناك يباتل فد يوم يومين ثلاثة ايام يغير جاو غير روتين اللي يعيش في بغداد يشوف هناك غير تفاصيل البيت اللي موجودة ببغداد شوفوا اخوان هذا لو ممكن استاذ كوكب ها هنا صار عندنا مزيج بين الحجر والطوب وهو هناك مادة الاصلية هو اللبن والجوص هذا حمامي الصلابخة هي الحصل الكبار الجلمود اكيد هناك مادة رئيسية موجودة اللي يقصت من هذا القيارات من الموصل وهذه المادة اللي 자شوفها شوفوا هذا اللبن والجوص وهذهJeację بانات يحص هاي هذه المادة بان الفخرى الذين يحصون بدينين هذه قبيه مسموه الصاروج اللي هي اقوى من الصاروج ما هو اقوى من كمين طبعا كما ترون هذه هي خليطه من النورة والنورة والجوص النورة والجلس تشكل لك مادة الصاروجي اللي هي صير أقل من الاسمنت شوف الثاني إذا أفتحها ماذا أقدر رغم أن عمر هذه يمكن في المئات السنين إذا أموها ألاف ربما يسأل يقول ليش هاي المنطقة مثلا انتهت إن شاء الله الحروب والحروب ما بيها واحد طبعا رابح الكل خسران الرابح خسران والخسران هو خسران هذه نتيجة الحروب مدفعية مثلا كانت قريبة على حدود العراقية إيرانية قلنا كانت منطقة عسكرية هذه فكانت القذائب توقع بها المنطقة فأهلها اضطروا أنه يغادروها ولكن بعد ما حل الأمان وحل السلام بيننا وبين إيران المفروض هذه المنطقة هستنعاد حتى في سبيل تنشط السياحة المنطقة تستفيد من عندها ليش باقي هي مهملة هي شنية المناطق الأثرية في كل دول العالم هي متقل عن هذه بل أنه هذه عدنا أفضل وأحلى وأجمل لأن مالتنا ببلدنا ما نتعنى عليها نعنى أهل زرباطية أو بدرة أو جصان لو شفون الكرم وقفون واحد غريب إحنا هسا جئنا هنا أستاذ كوكب وأستاذ هادي هنداس إحنا ثلاثة جئنا بالسيارة اللي رافقونا عشرين الأخ استاذ السلام إعلامي والله الأخ استاذ السلام ما يعرفني وياه يبيل في إسبوك إعلامي نشط وسبع وقدر ينقل أجواز يعني تحضارة التراث اللي أثار والتراث اللي موجود في زرباطية وبدرة أو جصان ما لم تنقلها يعني محطات فضائية وعجزة وزارة الثقافة عن تنقلها مثل ما نقل أستاذ السلام والثقة بفلام وثاقية أيضا أستاذ كوكب الرجل الإعلامي وبدأ شوفوه بدأ يصعد بدأ يخاطر مكانات إحنا نخاف عليه نخاف يوقع ونبتلي على عمر أيها أستاذ أيها فمستمرين وياكم واستاذ هادي هنداس الرجل متفضل أيضا هو نقلنا بسيارته يعني هو أيضا باحث وصاحب أكبر متحف تقريبا هو بالعراق وبنى حتى قرية منطين على هذا الطراز وهو أيضا جساني أكيد يعني إحنا كلنا متفرغين وعايفين شغلنا وعايفين عمالنا بصراحة الشباب ولكن إحنا نفرح نفرح نشوف من ننقل تاريخ بلدنا وحضارته واتراثه صدقوني بالله أنا من أفتر بهذه الخرائب الطين يمكن بعض يقول شو هذا بطران لا مو بطران أهلنا هناك أنا وقاعدين عاشا وشربة واللي مات خلينا نشوف هذا من وسط الحمام خلينا نشوف فصل الحمام هذه أعتقد البوجات وكذا اللي كانت أكيد شوفوا حتى هذا الحمام وهذه المنطقة تعتمد على النخيل هذا أكيد من يحرقون النار وكذا يحمون الحمام هم من بجذوع النخيل والتسامع يكرم السامع يقول مثل زمال الطمى رايح جاي هذا زمال الطمى كيف يسوي الحيوان خطيئة يشيل مخلفات مال الحمام يشيل مخلفات مال الحمام يوديها يروح يذب خلينا نقول هذا ما اسم مالات ويجيب 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 الجذوع يجيب الجذوع ويذب الأطراب هذا هذه المنطقة تشوفوها المنطقة الحلوة لأسف حتى هالتفاصيل بناء أستاذ كوكب عباك عباك تام اسمارية يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله محمد وخالي العزاء من محافظة وسط الكوت تحديدا قضاء بدرة ناحية زرباطية القديمة مركز ناحية زرباطية سابقا ونلتقي بالأستاذ العزيز صباح السعدي من المؤرش من المؤرش وباحث في التاريخ العراقي القديم أهلا وسهلا أهلا أستاذ سلام طبعا اليوم جدا مسرورين نحن وجودنا ويقوم هنا في زرباطية وبدرة واجصان والإعلام الرائع اللي وثق وصور وبدل جهود ويانا استثنائية هذي كلها هذا العمل هو كل يصف في خدمة تراث وتاريخ العراق شاب واعد شاب صغير يعني ما شاء الله قدر أنه يقدر خلال هذه الكاميرا ومعاته أن ينقل فصورة حلوة عن تاريخنا وتراثنا في منطقة حدودية هي تقريبا ويجارة إيران ولكن قدر أنه أستاذ سلام بمجهود فردي طبعا بكامرته أن ينقل كل هذا الأريث ويأريث نتمنى إن شاء الله بنستقبل نجي نلقي هنا طلبة مدارس وكليات وعوائل كلها تزور هاي المنطقة نفتح باب السياحة إحنا هدفنا من هاي الزيارات كلها بالعراق أنه نفتح باب السياحة ونشد على إيد الدولة العراقية أن تفتح فد ميزانية كل شيء كبير مثل ما سووا الجسور ولهذا شوية خليفتحون على السياحة لأنه مورد نفط دائم مورد نفط دائم السياحة مصدر ثاني مصدر ثاني الاقتصاد العراقي كل التوفيق إليك والأخوة اللي رافقونه والأخي ساد كوكب شكرا جزيلا طبعا شكرا جزيلا لكم والسيد صباح طبعا المواثقين التاريخيين التراث القديم حتى مو بس بالعراق حتى بمصر حتى بتركيا حتى بكردستان أيضا سابقا مؤخرا شفنا ويتعنى ويروح مع ذلك مرة من المرات سألتقال شن الفايدة إذا نروح ونتعب ونصور ويعلقون أربعة خمس سفرات وبنها تقول إيدي متعورة توجعني عليها خمس سالة بتالي خمس ملايين